لو انا بتكلم برضو على compounds and mixtures في عندنا برضو تبسيط نحن قدر نستعمله علشان نكلم عليهم. فباسيكلي اليوزر بروسيدجر for dealing with mixtures and compounds is to assume that each atom scatters independently. اوكي يعني بمعنى ايه. لو انا مسلا فرضا عندي H2O مسلا اوكي. انا اتكلم عن H2O دينا عندي فيه اتنين hydrogen atoms وفيه عندي oxygen atom. وهما التلاتة بيعملوا scattering او بيعملوا attenuation للbeam بشكل يعتبر الى حد ما independent. اوكي. فمعنى كده لو انا عايز احسب total cross section بتاعهم. كل ما علي اعمله ان انا احسب cross section بتاع hydrogen. و cross section بتاع oxygen. واضرب cross section بتاع الhydrogen ده في اتنين زائد one times ايه? ال cross section بتاع الاكسيشن عشان احسب الايه? cross section بتاع الكمباوند كله. دي طريقة مبسطة جدا. وطبعا ممكن تسمحلي انا احسب لايه compound cross section بتاعه بيساوي كام? as a function of elements نفسها اللي موجودة فيه cross section بتاعها بيساوي كام? نقول الكلام ده الطريقة مختلفة شوية. اللي بيكون عندنا target entity او molecule. بيتكاو من collection of sub entities او atoms. بنابروكسيمات الحسابات بتاعتنا ان كل ال sub entities دي بتانتراكت independently. ويبقى معنا كده cross section بتاعي بتاع ال per entity is the sum of the cross sections for all sub entities موجودة. لو خدنا مثال على كده CH4 اوكي? total molecular cross section is sigma carbon plus four sigma hydrogen. نتيجة ان انا عندي CH4. لو انا عارف ان احنا عندنا كل واحد فيهم ال molecular wave بتاعهم بيساوي كذا. يبقى احنا ممكن برضو نحسب نفس الطريقة بالزبط.